تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية بمضبوطات قربة 229.5 طن مواد غبائية وغير غبائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط مايكروب من 43 طن السلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 106 أطنان كما تم ضبط أكثر من 39 طن دقيق مدعم وسكر تمونية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 40 طن أسمنت وحديد تسليح في مجال حجب مواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 591 قضية من بينها 138 قضية خبز ناقص الوزن و111 قضية خبز غير مطابق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر